في الواقع وعلى طريقة الأفلام الهوليوودية اليوم كانت هناك سيارة ربعية الدفع تعبر على طريق جوني من شمال لبنان باتجاه العاصمة بيروت واستهدفت الطريق إلى جانب هذه السيارة بصاروخ وصف بأنه صاروخ موضعي أحدث حفرة صغيرة جدا في الطريق وكانت هناك شظايا على أبواب السيارة بعد ذلك نزل شخصان كان في داخل السيارة وتوجها إلى الحرج المجاور على اليمين ولكن أيضا بصاروخ آخر من مسيرة إسرائيلية تم استهداف هذين الشخصين يتردد أن هناك صاروخين استهدفاهما وأديا إلى سقوتهما هذا الأمر يحصل للمرة الأولى على هذا الطريق الذي يضج بالناس في هذا الوقت من النهار ويحدث المرة الأولى في منطقة جوني في كسروان شمال العاصمة بيروت وأدى ذلك إلى زحمة سير خانقة لأن قوى الأمن الداخلي حولت الطريق إلى الطريق البحري وقطعت المسلك في هذا المكان وأدى إلى زحمة سير خانقة وخانقة جدا وأسار الرعب أيضا لدى المواطنين الذين يعبرون في هذه المنطقة التي لم تتعرض في وقت سابق لأي اعتداء إسرائيلي هذا الأمر يكشف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مصممة على ملاحقة الأهداف التي حددتها وذلك في أي منطقة من المناطق اللبنانية سواء من خلال المسيرات السيارات وأيضا من خلال الطيران الحرب الإسرائيلي الذي يوقع المزيد من المجازر أيضا في المناطق اللبنانية تأتي هذه العملية الإسرائيلية غدات محادثات أجرتها في لبنان رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والتي تحدثت فيها عن ضرورة التوصل إلى وقف للنار مؤكدة أنها بعد إنهاء جولتها سوف تتحدث إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة تساعد على التوصل إلى وقف للنار في لبنان كما في غزة ولكنها بالنسبة إلى لبنان شددت على ضرورة بقاء قوات اليونيفل التابعة للأمم المتحدة في مواقعها وأن لا تستجيب لضغط قوات الاحتلال بأن تنسحب هذه القوات مسافة خمسة كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلة إذن الوضع لا يزال على حاله من التوتر الكبير من الاحتقان الكبير من العمليات المتنقلة الإسرائيلية وسط جهود ديبلوماسية لا يبدو أنها ستؤدي قريبا إلى نتيجة إلى فرج معين وذلك وسط معلومات بأن أمينة عام جامعة الدول العربية سوف يأتي إلى لبنان وتكون له محادثات أيضا بعد غد الأثنين وكذلك بالنسبة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي أيضا تحدثت معلومات عن إمكان قيامه بزيارة إلى العاصمة بيروت ترجمة نانسي قنقر